السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الاثنين عشرين أوت 2019 نحن اليوم على بعد 64 سنة من هجوم الشمال القسنطيني وعلى بعد 63 سنة بالضبط أيضا من مؤتمر الصمام الهجوم الذي قادوا الرجل العظيم زيغود يوسف وإخوانه هجوم الشمال القسنطيني مثل مؤتمر الصمام كان حدثين من أبرز ما حدث في تاريخ الثورة الجزائرية وإذا كان الهجوم العشرين أوت 1955 أعطى نفس جديد للثورة نفس عسكري جديد للثورة فإن مؤتمر الصمام أعطى نفس سياسي وتنظيمي جديد للثورة رغم ما حدث من خلافات حول بعض النقاط ولعل أعظم ما جاء في مؤتمر الصمام هو أولوية السياسي على العسكري وأولوية الداخل على الخارج أولوية السياسي على العسكري معناها دولة مدنية ماشي عسكرية معناها نقيم جمهورية ماشي كازيرنا معناها هذه هي معركتنا التي ستستمر منذ 63 سنة كانت قبلها معركة مع الفرنسيين التي جعلوا الجزائر كازيرنا وحكموا شعبها حكم بشع بالمجازر بالتجهيل بالقتل بالتعذيب بالقهر ثم جاء من ورث وكان المفروض أنه ابناء الوطن فإذا بهم يرثون عقلية كولونية في القمع ولا يرثون عقلية الكولون في الاقتصاد ولا في التنظيم بكل أسف وألم إذن معركة أبائنا قبل 63 سنة نخوذها نحن أيضا اليوم معركة أجدادنا نخوذها نحن أيضا اليوم وهي معركة الحرية سواء في عقدها المؤسس والأكبر وهو أول نوفمبر أو فيما جاء من بعد من نتائج من أعمال من أحداث بطولية سواء كانت سياسية أو عسكرية قام بها الثوار الحقيقي إذن هذا اليوم 20 أود في الحقيقة هو يوم عظيم ويوم مشهود في التاريخ الجزائري وبإذن الله مع هذا الحراك المبارك هذه الثورة السلمية التي أبهرت العالم وتستمر وهذه الجمعة تكمل ستة أشهر وتمر للشهر السابع فإننا نخوذ المعركة ونستمر في المعركة من أجل تحرير هذه الأرض هذه الأرض كما قال أحد زعماء هذه البلاد قبل أكثر من ثمانين سنة هذه الأرض ليست للبيع وبإذن الله لن تكون للخيانة ولا للنهب سينتهي ولا خيانة ولا نهب بعد أن تسقط هذه العصابة وهي على أبواب تسقط بإذن الله تحية خاصة وخالصة لأهلنا وإخواننا في قلب الصحراء في جانات وفي إليزي الذين وقفوا وقفة رائعة وقفة هائلة وقفة ممتازة وأرعبوا كمشة من الذين يسمون وزراء أرعبوهم وطردوهم شر طردة في جانات طردوا الوزراء وفي إليزي قطعوا عليهم الطريق ما فيش ما عندهم شون اللعبوا كانوا يظنون كما ظلوا يزعمون من أنه للصحراء هذون مساكن دراوش ما ما يفهموش تبع طبع لهم برك فهربوا للصحراء هربوا للصحراء طبعا لهم بالنسبة إليهم هاي جاحيم هاي خمسين درجة اثنين وخمسين درجة بالنسبة للوزراء هذون لكن قال إيا روحوا يروحناك ودير شوية أفلام هند ودي معك خمس وزراء تحت وزير الداخلية هذا وعلى أساس أنك جبت مشاريع وجبت إلى المنطقة فإذا بهم يطردون شر طردة أهل إليزي وأهل جانات صحيح يعيشون قليتهم يعيشون وكانهم خارج التاريخ أو كانهم جاي من عصر الحجري من شدة الظلم والقهر لكن مع ذلك يقول لكم احنا بالنسبة إلينا القضية ليست أن تبني لمستشفى هنا أو مدرسة هناك أو طريق هنا أو تعطيني بضعة مناصب عمل القضية هي قضية تحرر شعب كامل تحرر وطن كامل القضية هي قضية نهضة الجزائر هذا العملاق المقيد هذا العملاق المقيد الآن يجتمعون فيه ما يسمى باجتماع القوى الاقتصادية الكبرى مجموعة العشرين كيف لا يعقل أن تكون الجزائر ضمن مجموعة العشرين وتكون فيها كوريا الجنوبية على سبيل المثال كيف تكون فيها كوريا الجنوبية ولا تكون فيها الجزائر مساحة كوريا الجنوبية هي 100 ألف كيلومتر في مناطق عاصفة في مناخ سيء للغاية في مناطق تملأها الرطوبة في مناطق حروب ودحس وصراعات ويابان من هنا والصين من هناك والروس وكوريا الشمالية وأمريكا والكل في تلك المنطقة يتسارع مع ذلك كوريا الجنوبية اليوم واحدة من أعظم الاقتصاديات أو ضمن عشرين اقتصاد عالمي وهي التي كانت في الستينات والسبعينات بعيدة علينا في حيث الفقر ومن حيث الحاجة ومن حيث وين كانت الجزائر وين كانوا هم إذن أهلنا في إليزي وأهلنا في جنات كان لهم هذا الموقف الرائع الذي سيكتبه التاريخ من أنهم طردوا كمشة من الوزراء المزعومين لتابعين لهذه العصابة وبالفعل خلهم يكونوا في حالة رعب رغم أن هناك درك وشرطة ومخابرات والدنيا مع مرأة وقالوا مفاتوش حياكم الله إخواني وحيا كل جزائر حر يقف لهذه العصابة اللي يسمونه وزراء ولاة لآخرها واليوم كان يوم للطلبة اليوم كان يوما للطلبة وكان برغم أننا في قلب العطلة الصيفية وفي قلب الحرارة وفي قلب خارج الطلبة بالآلاف في العاصمة وبالمئات في بعض المدن ربما بالآلاف في بجاية أيضا في قسنطينة كانوا ربما أيضا لبس به عدد لبس به هذه المرة وهران أفضل من المرات اللي مضت إلى آخره لأننا ننسى أنهم الناس في عطلة لكنهم يريدون أن يبقوا على الرمزية على رمزية خروج الطلبة وخرجوا معهم الناس خاصة في العاصمة خرجوا معهم الناس من كل الأصناف ومن كل الأعمار وكانت مكاش حوار مع العصابات ومكاش انتخابات مع العصابات دوت هذه الشعارات دوت هذه الكلمات ومرة أخرى وصلت إلى آذان الطغمة الحاكمة وإلى آذان أسيادهم من وراء البحر من أن الطلبة هم اليوم قلب هذا الحراك وسيظلون بإذن الله كانت أيضا دوت سياس الراقين كليتو البلاد جينيرو على بوبال كريم يونس على بوبال جايد صالح على بوبال صحيح والله يذهبون إلى مزبلة التاريخ وما عند الله أعظم يذهبون إلى مزبلة التاريخ ويذكرهم وسيذكرهم الشعب بأبشع أشياء وهو يقولها لهم مباشرة لكن الغريف الأمر الغريف الأمر في هذا الوقت الذي ينتفض فيه الطلبة ينتفض فيه الشعب الجمعة هذه كما تعرفوا كانت جمعة رائعة الجمعة القادمة إن شاء الله ستكون أروع والناس تنتظر في سبتمبر وما هو آتي في هذا الوقت تسمع أليس بن صالح يقول بصريح العبارة يعني شيء يدفع إلى الاستفزاز حقيقة حقيقة يدفع إلى الاستفزاز بشكل مثير شوف واش يقول لك شوف واش يقول لك اليوم في في خلينا نشوف في وحدة قال لك راهو ألقى خطاب بمناسبة عشرين أوت إلى آخرين إلى آخرين شو مبينة الحاجات اللي يقولها وآشار هذا بن صالح انتاحهم هذا اللي يسمى رئيس الدولة وآشار إلى أن الجميع يتفق على مسلك الحوار باعتباره وحدة الكفيل بتجاوز الأوضاع الحالية وبتقاسم القناعة بضرورة هذا المسعى الذي يلقى اسمعوا هذه العبارة مليح بضرورة هذا المسعى الذي يلقى ترحيبا وارتياحا واضحا لدى الرأي العام ويتزايد الانخيرات فيه ودعمه من الفاعلين في الساحة الوطنية يعني ذرك ذرك رانا مع عباد ولا رانا مع سمحولي العبارة هذه يعني رانا معه هويش ولا رانا مع الوصوص ولا رانا مع كذابين ولا مع Sh 그리고 يعني كي يقول هذه العبارة كي يقول هذه العبارة واش ره يخاطب ريخاطب على الشعب الجزائري ويتكلم على الشعب الجزائري وعلى الجزائر ولا يتكلم على على بلاد الواق واق ولا على بلاد أه مكسيك ولا مآنة راي يتكلم هذا كما عايشين معانا هذا الناس هذا الاستفزازات درك يعني ما تتوقفش ما تتوقفش يصدقوا هذا الكلام فيه واحد يصدق هذا الكلام في الجزائر أو حتى خارج الجزائر فيه حقيقة أن ويتقاسم القناعة وبضرورة هذا المسعى الذي يلقى ترحيبا يعني مسعى الخداع أنت كاريم يونس يلقى ترحيبا وارتياحا واضحا لدى الرأي العام أي رأي عام أي رأي عام يلقى فيه بن يونس آي كاريم يونس ارتياح يلقى فيه الخداع انت كاريم يونس ارتياح أي رأي عام حتى حتى أتباع حتى أتباع العصابة وأكثرهم ذوباب لا تحدث اللي عندهم رأي هذاك نحترموه حتى حينما نختلف معه حتى أتباع العصابة مش راضيين على كاريم يونس يعني حتى اللي يسبحوا بحمدكم ويقدسوكم ويوردوكم يعادة إنتاج العصابة مش راضيين يعني عندما تقول هذا أنت يا ابن صالح هل أنت تقرأ ما يكتب لك؟ هل أنت عايش في هذه البلاد مع هذا الناس؟ مع هذا الشعب؟ هذا استفزاز كبير لأنك تقول أن الرأي العام مرتاح الذي يلقى ارترحيباً وارتياحاً واضحاً لدى الرأي العام ويتزايد الانخيرات فيه ودعمه من الفاعلين على الصحة الوطنية مش محقول سمعتوا اليوم الطلبة؟ سمعتوا الجمع عن ناس؟ سمعتوا التلوذفة اللي قبلها الطلبة؟ سمعتوا الجمع عن اللي قبلها؟ عندكم حوالي ثلاثة أسابيع وانتم تتحدثون عن هذا عن هذا الخداع عن لجنة الخداع هذه ما كونش تسمعوا ولا مش تروا؟ حتى الناس اللي كنتوا باش تضموهم من 13 نسحبوا ثمانية أو تسعة حتى وحتى هذه ما يسمى بلجنة العقلاء لجنة سميها لجنة الخبثاء وليس لدي أدنى إشكال مع هذه التسمية لجنة الخبثاء هذه اللي تنتجوها يعني ظهرت كلها وجوه بائسة وجوه كانت مع مع الوحدة الخامسة والعوذة الرابعة ومع التوفيق ومع ومع الترطاق ومع السعيد ومع الجميع يعني مع الجميع يعني رك عايش مع العبادية ابن صالح ابن صالح وقايد صالح يعني أنا عارفين أنكم أكثر من 80 سنة أنا عارفين أنكم تعيشون في قصوركم وفي فيلاتكم تحت حراسات مشددة أنا عارفينكم أنكم لا تتابعون ما يجري لكن على الأقل عندكم نشتكم وعندكم مخابراتكم تنقلكم رح يصرى لكم أنتما كما ماريون طوانيت أنتع الثورة الفرنسية اللي قالت لهم لماذا هذا لما كانت الحشود الفرنسية الجائعة تحاصر القصر قصر المالك وهذه المالكة زوجت وتسأل من حولها لماذا هؤلاء يحاصرون القصر قيل لها يريدون الخبز قالت أعطهم الكرواصن أعطهم الكرواصن لأنها تعيش في عالم مثالي في كل شيء أما أولئك المسحوقين والمعذبين فلم يكن لديهم شيء فهي بالنسبة إليها هذا الزحف وهذا الشجار وهذا الصخب لماذا يكون أنتم نفس الشيء اليوم الشعب عنده ستة شهر وهو يخرج ويقول تسقط العصابة وترحل وتنحى وقع وترحل يعني ترحل وعبارات كل مرة تزيد ناس وصلت إلى غاية أن القايد صالح عدو الله وصلت إلى قايد صالح يا منعاش يا منعاش رقب في الحراش وصلت إلى تعبير أخرى وانتوا تقول باللي يلقى ارتياح الحوار يلقى الترياح الحوار هذا الخداع بعبارة دق يلقى ارتياح تزيدون على السفاهة وعلى الوقاحة تزيدون الاحتقار والاستفزاز وهذا سيرد عليه الشعب بقوة هذه الجمعة أيضا بإذن الله الحوار اللي بالمناسبة خلنا نذكر كيف شبدأ هذا الخداع الجنرالات استولوا على السلطة بعد أن أطاحوا بالعصابة المدنية وبأصدقائهم الذين كانوا معهم قايد صالح يتولى الأمر يخادع الجزائريين يقول سنطبق المادة 102 والمادة السابعة والثامنة يطبق المادة 102 ويصيب الزهايمر على المادة السابعة والثامنة ينساها في الإطلاق ثم الشعب يتحرك يريدون هذا يجيب هذا خرجونا من يمثلكم الشعب فايق للعبة خرجونا من يمثلكم قالوا نخرجوهم حينما تعلنون حقا التزامكم بالدولة المدنية وبالدستور وبتطبيق المادة السابعة والثامنة لا يعلنون لهم ذلك بل بالعكس قايد صالح في خطاب له يهاجم الدولة المدنية ويقول أن هذه مؤامر على الجزائر الذين يدعون إلى الدولة المدنية يجيبوا يجيبنا كاريم يونس من الأرشيف اللي هو وزير سابق رئيس برلمان سابق ويجيبوا عايش في فرنسا رح يجيبوه هنا لعلنا نخدعو به أم بوتي كابيل سيرفيس يجيبوه هنا لعلنا نخدعو به ويجيبوه لزاراب السيرفيس لشاويت السيرفيس ما مشاتش الأمور بسا كيف يجيبوه الجنيرات يكلفوا جنيرال ديراس جنيرال ديراس يكلف واحد اسمه عبد الرحمن عرعار عميل عند الديراس عبد الرحمن عرعار يدير لقاء ويسميه منتدى المنتدى هذا يقول لك ينادوا بالحوار ويجيبوه كاريم يونس كاريم يونس الآن ونتيجة للضغوطات الشديدة عليه يجيه فكرة ننتج عقلاء يعني خوبثاء بعبارها دق واحد وربعين واحد من بينهم اللي صهيوني صهيوني واللي كانوا مع العهد الخامسة كانوا واللي ناهيبين الأموال النساء ورجال ناهيبين الأموال واللي كانوا قد سوف التوفيق كانوا يعني جمعوا كل القمامة حشاكم وقالوا أن هؤلاء هم الذين العقلاء شوف ذلك الاستفزاز شوف يعني خلاوا الأحرار رجال ونساء خلاوا العقلاء الحقيقيين ويجيب لك سوفها ويقول لك هم العقلاء إذن لعبة لعبة مضيعة للوقت قال لك يعطونا سنة هام ضربوا ست شهر وهام يزيدوا يكملوا لست شهر أخرى الآن هاي إعلامهم كذلك يقول لك آه ممكن ما فيش انتخابات حتى بداية مارس بداية مارس معناها يكون وصلوا إلى سنة لن تصلوا إلى ذلك بإذن الله الشعب مصر على استرجاع حريتهم أهل إليزي هذون اللي رحتوا لهم وأهل جنات مسحوقين هم المعذبين في الأرض هم اللي كتب عليهم فرنسفانو وكتب عليهم طه حصين وكتب عليهم حتى المجرم بيكترويغو وكتب عليهم البؤساء هم اللي كتب عليهم كل أدباء العالم كتبوا على البؤساء والمعذبين هؤلاء البؤساء رفضوا الشكارة اللي جبتوها لهم اليوم رفضوا المشاريع اللي قلتوا لهم رح ينجدوه قالوا لكم تتنحى وقعوا وكانت شعارات كليتوا البلاد يسراقين وما نحبوكمش ولا حوار ولا حديث مع العصابات شفتوا الرجال شفتوا الناس وبعضهم يجوع وكثير منهم لا يجدون دواء ما فيش مستشفيات هناك ما يسمى بعض أشكال مستشفيات وهو من ذلك هم حرقوا مستشفى هوا حرقوا مستشفى ورق لها قبل عشر أيام ولا جزء رئيسي منه واليوم أيضا فيه مستشفى أحرق منش عارف وين في بشار ولا وين دارتم نتذكر وين أحرق مستشفى آخر يعني مسحوق الناس لكن زيد تحترق المستشفيات ها هو شرف وهو من الرجال وهو من النساء الأحرار من قلب الصحراء كانت لكم هذه الصفحة اليوم دعنا نذكر كل الذين يتلونون مع هذه العصابة كل مستفدين منها من أن أي واحد يشارك في هذا الخداء انتعى لحنوشة راه خائن عند الشعب الجزائري وهذا مشل اللي نقولها راه الشعب يرفع فيها في كل مكان راه خائن وسيحاسب على أساس أنه خائن لأن هذه العصابة ستسقط وسيحاسب كل واحد تعامل معها وتواطأ معها بعد 22 فبراير ممكن الناس قبل 22 فبراير كان يقدر يقول لك الشعب كان راقت الشعب ما كانش فاهمش أنا كنت في وظيفة أنا ممكن كل هذا لكن بعد 22 فبراير ما عندكمش عذر وما فيش تبرير ولن يقبل من أحد تبرير أحد واحد ما يتقبلش منه تبرير لأنكم تسمعوا في الشعب رأي ستة شهور والناس بحد ستة شهور والناس خرجت لكم في الشتاء وفي رمضان وفي العطل وفي الصيف وفي كل وقت أي واحد يتلقى هذه العصابات اللي تخادع باسم الحوار سيدفع ثمن غالي في عدالة حقيقية إن شاء الله عندما ينتصر الشعب وما يقولش واحد ما كنتش عارف وما سمعتش طبعا الآن يلجأوني لما يسمى بالأعيان الأعيان قال لك قبل فترة منش عارف قبل أسبوع قال لك أعيان ورقلة والبارح ولولبا يتكلموا على أعيان غرداية هؤلاء الأعيان هم لصوص معكم لصوص معكم لا أهل غرداية قبلين ولا أهل ورقلة قبلين ولا أهل الواد ولا أهل عن نابة ولا أهل تلمسان ولا أهل بجاية ولا أهل سعيدة ولا أهل عن دفلة كل الناس تريدكم أن ترحلوا وهؤلاء اللي يجيبوهم أعيان وكذا نعرف أن هؤلاء هم اللي يأكلوا معكم ويغزوا معكم هذا فرامجية وكاشيريست لكن من نوع آخر تلبسوهم مرات يلبس القندور القندورة والبرنوس والله وعلى أساس النوع واحد من هذلي كاشيريست لما كنت ربما الناس شافوها ذكروني بها الناس فقط أنا نسيتوا الموضوع لكن الناس حطوا صورة نتاعوا لما رحت للقنصلية هنا نتعى العصابة باش نحطهم أمام الأمر الواقع لأن ذبابهم كان يقول آه يقدر يدخلوا بسحوه مش حاب يدخل فقلت أنوا معطوني الباسبور وسأدخل غدا إن شاء الله فأنا هناك بعثوا الحنوشة هذا السيد ما كنتش عارف أنا ما نعرفوش فلما بدأ يتحدث وكذا بدأ يشكك في كل شيء وبدأ يقول وهذاك وهما خوانة ومنش عارف فلان خائن وهذاك خائن يعني بدأ يشكك في كل شيء وبعد قال لي حتى أنت عندنا فيك الشك قلت له عندي 24 سنة وأنا في المعركة وعندك فيه الشك قال لي ما تعرف يعني ما يعرفش الإنسان قلت له رك متأكد قلت له شوف أنت ساكنك ضابط أنت عن مخابرات أنت ساكنك الآن التضح مهوش ساكنه وذلك بتاع مخابرات التضح أنه يتعامل مع المخابرات هذا إذا ما هوش عنصر عناصر المخابرات إذا ما هوش يبعثوا يبعثوا في عناصرهم والآن يحكوا لي كثير من الناس أنه يبعثوا الناس للحرك مين موجود يبعث لك واحد ثنين ثلاثة هنا من الحنوش انتاحهم سواء العملاء أو الحنوش الحقيقيين لقراضي يعني تاع المخابرات و تاع الارجي يروحوا على أساس أنهم شعبيين و يلبسوا كأنهم شعبيين و يبدوا يتحدثوا مع الناس و كيفاه و القايد صالح و دارنا و هو و عملنا و يا أخيرك تدخل هذا الحبس يحبوا يغلطوا الناس لأنهم شاهدوا تلفزيونات هم يجيب الناس اللي يشوفوا في تلفزيون انتاع الشروق و انتاع قناة العار و انتاع هم عارفين هم يعني اللي يجي التلفزيون هم راضين عليها الناس ما تسمعوش جرائدهم كاش اللي يقرح بقالهم الفيسبوك معمرينوا بالذباب الناس كتشفت لعبة الذباب لم يعد فيها آثر واش بقالهم الآن يروحوا يضغطوا على الشباب و على الأحرار و على باش يخنقوا الحراك هم اليوم اليوم سجنوا واحد من الأحرار ان شاء الله نحدثكم عليه غدا أو بعد غد من اللي اللي يعمل الفيديو هذا كنت على صيان المدني في الميناء جعودي حمزة أحد أحرار البلاد اللي أدعو الناس أن أن تتعاطف وتقف وتتضامن معه راهو وحطوه في الحراش باش يخوفوا الناس ما كنش حين تخوفوا هؤلاء بإذن الله ستصنعون منهم وسيعودون زعماء للبلاد بإذن الله وأنتم تدخلونهم للسجوم لكن أنا سنفرق لأننا نعرف أنكم قدوا تخدموا أيضا زعماء مفبركين يعني أنا نعرف الفرق المهم راهو يبعثوه في في مجموعات باش تكسر لأن خدمة الذباب هذا وشنه هو هو تدير لها ديفيرسيون سواء في الفيسبوك أو في الشارع وهذا لا يجو الشارع طبعا ما يجوش على أسماع القيد صار هو يقول لك إيه صح والله غير صح في هذه عمتكم الحق لكن راك تشوف راهو يدير وراهي فرنسا ضغطة علينا يا أولدي هذا روما عملان تاع فرنسا خلوكم فرنسا ضغطة عليكم هذه خلوكم فرنسا ضغطة عليكم راح أموالهم في فرنسا وشركتهم في فرنسا وأولادهم في فرنسا وهو ما ما مجيهم الزيارات والرحلات إلا لفرنسا والإمارات واللي راح يتخدم للقوى الكبرى يعني فما هذه كذبة فرنسا خلونا منها فرنسا خدمتونا أسلحات تهدد تهدد فرنسا خدمتونا نووي قاقمتونا اقتصاد يكري كنتم تقولوا الاقتصاد راح على بوابان ينهار والأوضاع راح سيئة وش لش تخاف منكم طوطال هاي جاية باش تاخذ نصف بيترول وإن شاء الله هذا موضوع طوطال أيضا راح يرسلوني عليه كثير من الإخواء راح نرجع له لكن أنا أريد أنا أرجع له كل التفاصيل باش لما نحدثكم نحدثكم بدقائق التفاصيل تحت الموضوع لكن مؤكد أن طوطال راح يتسعى لوضع يدها على نصف البيترول الجزائري إذن هذا الناس اللي راح يبعثوهم للحركة أحشموا على رواحكم أتاقوا الله في هذه البلاد لأنها ما ضيحها إلا الحكم العسكري 57 سنة منها 27 سنة أنت حكم مدمر أنت حكم مدمر والذي يحدثنا على أعطيني شيء واحد شيء واحد نقدرون نفتخروا به في الجزائر شيء واحد شيء مادي شيء فكري شيء ثقافي شيء علمي أعطيني شيء واحد كله كله في الأرض الحمد لله اللي نقدروا يفتخروا بها هما رجال ونساء الجزائر الذين لم يركنوا ولم يخضعوا بعد أن كان الجميع أو يكاد أن الجميع كانوا يظنوا بالله هؤلاء خلاص الشعب هذا انتهى اليوم كنت مع رهد الفاضل وصلني إلى قناة الحوار وين تحدثت اليوم على الثلاثاء قال لي كنت سافرت للجزائر قبل ثلاثة شهر من الحراك قال لي قلت خلاص الشعب هذا انتهى البلاد هذه انتهت ما فيش قال لي لكن بعد مدى الحراك رحت وقعد ثلاثة أسابيع قال لي تشعر أن الحياة بعثت في هذه البلاد تشعر أن الناس عادتها الروح تشعر أنك أمام شعب آخر خاصة يوم الجمعة نعم هذا الشعب سيصنع المعجزات بإذن الله اليوم أيضاً كان فيه تلاسن وتلاسن حد ما بين الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين رجل فاضل هو من معه ومن يحيط به اليوم في منظمة المجاهدين لأن منظمة المجاهدين هذه كان لها موقف أفضل موقف لأي جهة رسمية أو شبه رسمية في البلاد أفضل موقف ذات منظمة المجاهدين في 6 مارس قالت أنها مع الحراك وأن العهد الخامسة يجب أن تسقط وهذا كان موقف شجاع جداً فمرة أخرى أو حي الرجال لتأخذوا هذا القرار يومها ولن ينسى لكم التاريخ هذا بالرغم أن الصورة منظمة المجاهدين كانت فيها كثير من الغبش وكثير من الخلل نتيجة لتصرفات بعض المسؤولين تاحها إلا أن هذا الموقف نتاعكم بإذن الله يغسل المنظمة من كل العار اللي سبق فيها اليوم فيه تلاسن بعد ما قال الأمين العام للمنظمة من أن جبهة التحرير حزب جبهة التحرير يجب أن يحل وذكرهم قالهم بالقانون في قانون 2012 لأن أو كذا كذا وجيب نقاط حتى من ناحية القانونية والحقيقة أنه ليس أول واحد يدعو إلى أن يعود جبهة التحرير لملكية الجزائريين ككل كل الأحرار يقالوها وكالي يقالوها 62 قالوا أن هذه جبهة التحرير شيء عظيم جدا هي اللي استطاعت أن تجمع الجزائريين لتحرير البلاد من استعمار مدمر ولا يمكن أن تسيطر عليها جهة معينة لكن سيطروا عليها في 62 واستخدموها فجبه التحرير قبل جويلة 62 شيء وبعد جويلة 62 شيء خاصة بعد يناير 92 فالحق من يناير 96 كانت مازالت لما كان مهري هناك لكن خاصة بعد رحيل مهري وإسقاطه فيما عرف أنا ذاك بالانقلاب العلمي انقلاب العلمي اللي قاده توفيق عن طريق أحد عملاء اللي راه اليوم مكافئينه بسافير في تونس وهو اللي عمره أكثر من 84 سنة سافير في تونس هذا عبدالقادر حجار لأنه هو اللي أسقط عن طريق توفيق واللي كانوا معاه أسقط الرجل الفاضل مهري إذن قلت للأسف نغم قطع اليوتيوب كنتم أكثر من 800 ألاف فيه أو قاربتم 800 ألاف إن شاء الله هاو يعود لكم الجزء الثاني الآن على كل جاء جميعي اليوم رد على جميعي هذا طبعا بارون بارون التهريب أكبر مهرب في الجزائر هو جميعي محمد جميعي أكبر مهرب هو محمد جميعي جاءوا جاء لقيت صالح نحى ولد عباس وهذا بوشارب بعده ولد عباس رح في السجن بوشارب ممكن يسجنوه وجاء جميعي هاي نوفمبرية البديسية جاء بنا أكبر طرابانديست أكبر بارون نتع تهريب في البلاد جاء بوه حطه على رأس الأفلان شفتوا العبث نتع قاية صالح يا من تقدسونه أو على الأقل يا من تعتقدون فيه الخير كون كان فيه الخير حقا ويريد خير لهذا البلاد يجيب جميعي اللي هو الجميع يعرف في تبسة وفي عناب الحدود الشرقية أن هذا هو رب الطراباندو هو وتبيض الأموال والنهب وحتى الأدرو أشياء كثيرة داخل فيها في مغافية ليس لا حدود وتهريب الكوريال وأشياء أشياء ما لا تعد ولا تحصيان فهذا جميعي اليوم شن هجوم عنيف على منظمة المجاهدين وخاصة على أمينها العام واتهموا بكل الألسن وقالوا عندك أجندات وما نشعر فيش كون شاف الأجندات غيرك يقال له لازم نحلوا جباد التحرير ويرجع للجزائرين ككل وهكذا هذا معيار آخر طبعا القايد صالح منزعي جدا من منظمة المجاهدين لأن منظمة المجاهدين راهي كل ثلاث أسابيع أربع أسابيع تطلع ببيان وتذكر القايد صالح من أن الجيش يجب أن يكون في خدمة الوطن وفي خدمة الدولة وفي خدمة الشعب وأن كذا وأن نسمع للشعب وأن الدولة المدنية أو شيء من هذا القبيل حقيقة الحد الآن بياناتها من أرواع ما يكون والأخطر بالنسبة لجايد صالح أن منظمة المجاهدين تكسر له أسطورة النوفمبرية لأن إذا كان في نوفمبر حقيقي الآن هو على الأقل في منظمة المجاهدين صحيح مش كلهم كان بعض المزيفين فيهم لكن على الأقل القيادة الآن هؤلاء لن يزايد أحد عليهم في النوفمبرية وهؤلاء مثل مثل الأخضر بورقع لن تستطيع أن تزايدوا عليه في النوفمبرية يعني هذا هذا كانوا قيادات في الثورة إذن بالنسبة لجايد صالح عند مجميع يهاجم منظمة المجاهدين فعلا أنه تلقى الضوء الأخضر التليفون من عند الحنوشة اللي بكل تأكيد يعدوا سائلوا كبير جنيرالات يقول لهم خليه يسبوا خليه يسبوا وهكذا تظهر الصورة الحقيقية من أننا في الحقيقة مرة أخرى من نكرهوش باش نكرروها دائما من أنهم يريدون إعادة إنتاج العصابة ليس أكثر قضية ريسي كلاش إخواني لا أريد أن أطل عليكم أكثر في الحقيقة هناك أسئلة طرحوها لبعض الأفاضل سأجيبكم عليها إن شاء الله غدا ربما نخصص جزء إلى مشكل إلى أسئلتكم فمن يريد أن يطرح السؤال يتفضل به يبعثوا لي كرسالة خاصة أني عدت للبيت والعود أحمد الحمد لله فأوضعي الآن مع الأنترنت ومع الأمور أسهل وأفضل مما كنت عليه في السفر إذا لم نرى طليبا وجميعي وكل هذا الكليك اللي محيطة بالقايد صالح مثل الآخرين فهذا يؤكد مرة أخرى أننا في صراع عصابات ليس أكثر وأن في الحقيقة بعض كبار العصابات إذا كانوا راموا في السجن فإن بعض كبار العصابات الأخرين رام يأخذوا في البروموسيو رام يأخذوا في الترقيات رام يأخذوا في الزيادات رام يأخذوا في المناصب رام يأخذوا في النفوذ وجميع هذا أحد أبرز الأمثلة رب الطراباندو في الشرق كله يصبح أمين عام لمن لجبهة بن مهيدي بوضياف يوسف بن خد عم بان رمضان عمي روش شعباني وقائمة طويلة من الرجال والأحرار الذين صنعوا مجد هذه البلاد أو على الأقل حر الأرض من الاستعمار الإجرامي يصبح سعداني وجميعي وبوشارب وقبلهم ولد عباس وكل المفسدين واللصوص هما هما جبهة تحرير جبهة تحرير يجب أن تعود إلى ملك الشعب الجزائري جبهة تحرير يجب أن لا تكون حزب من أحزاب الكاشيريست بل بالعكس سبب آخر أن الشعب الجزائري يريدها أن تختفي كحزب وتعود له كرمز نريد لهذه جبهة تحرير تختفي لنا أصبحت حزب اللصوص والعصابات وتعود كرمز له ولجهاد ولنضال ولمقاومته التي تكللت بالنجاح واللي كان 20 أوت قبل 63 سنة و64 سنة أحد المحطات الكبرى والتاريخية في تاريخ هذه البلاد حيكم الله إخواني إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله شكرا